السلام عليكم سنافرنا انا اسميني القاعد من لجنة الطب البشري واليوم اكملكم اخر تشابتر عندكم بمادتكم الامتحان الفرس اللي هو يوم السبت اللي بحكي عن اش هذا التشابتر بحكي عن البلاسمان برينز او اللي هي اشاء الخلية خصائصه كيف بشتغل يعني اش الميكانيزم اللي بشتغل فيها وكيف بحمل خلية الاول اشي خلينا نحكي عن تعريف بشكل عامل البلاسمان برين البلاسمان برين that surrounds the cell can be consulate the edge of life اول اشي اول مهمة ل البلاسمان برين او غشاء الخلية انه هو اشماله يحيط بالخلية تمام فهو بعطي يعني يحاطه للخلية فهو that separates a living cell from its surroundings فهو عبارة عن غشاء اما يعني ب بيفصل ما بين مكونات الخلية الداخلية وما بين مكونات الخلية او ما بين اللي هي المكونات الخارجية تمام تمام هلا and controls مش بس مش بس هو يعني انه بحدد لي ايش هي الخلية اوكي مش بس هو boundary يعني او محيط للخلية لا بحكيني برضو كمان controlling all inbound and outbound traffic هلا الخلية هي خلية حية فبالتالي هي بتتحتاج زي ما انسان بحتاج ل بحتاج لأكسجين بحتاج لأكل نفس ايش الخلية خلية حية بدها ايش بدها اكسجين بدها نوتريانس بدها تطلع اللي هي المخلفات تبعيتها تمام فعشان هيك في مواد داخل طالعة منها هلا مين اللي بتحكم بحكي مثلا لهاي المادة واقفي انت مادة مثلا توكسيك او انت مادة مسممة انت مثلا اشي حيدر للخلية ما بيخليه يدخل او ما بيخليه يطلع مثلا اشي مفيد لخلية ما بيخليه يطلع مين هو اللي بيعمل هيك البلازمامبران تمام فلبلازمامبران الى وظيفتين تمام اول اشي انه هو بحيط بالخلية بعطيها يعني بعطيها المحيط تبعها ويعني بفصلها عن المكونات الخارجية وبرضو كمان انه هو بتحكم بمين يدخل بمين يطلع من الخلية هلا As all biological membranes It exhibits selective طيب هلأ هذا خلينا نحكي له الحارس للخلية اللي بيخلي إشي يدخل وإشي يطلع طبعا إيش بيتمد يعني كيف بيخلي مثلا المادة تدخل ومادة بي ما تدخل هون فيه عندنا خاصية لا للشرطي هذا أو للميمبران هذا اسمه selective permeability يعني نفاذية اختيارية which allows some circumstances to cross it more easily than others وهلأ حنعرف لا فيه مواد بتدخل بشكل أسهل من مواد ثاني لأنه هذا بيتمد على خصائص مين على خصائص اللي هو الميمبران المحيط بالخلية Transport proteins are often responsible for controlling the passage of some substances طبعا بيحكي لي أنه مثلا الميمبران هذا الشرطي مثلا خلينا نحكي أنه الشرطي ما رضي يدخل مادة معينة تمام بس هاي المادة كثير مهمة للخلية وهي خاوة بدها تدخل فهون بيجي حد بتواسطي لها إنها تدخلها على الخلية تمام؟ من هاي اللي هي transport proteins فبرضو كمان transport proteins خلينا نحكي أنه هي عامل ثاني أو هي إشي تاني أو جزء ثاني من الميمبران بيسمح لها المواد إنها تدخل بس مش كل المواد طبعا يعني في عنا مواد محددة حسب خصائص هاي المواد وحسب خصائص الميمبران هلا في عنا من هاي لترانسپورت بروتين في عنا إشي اسمو الأكوا بورين من اسمو أكوا بورين أكوا دايما تحكي يعني أكوا اللي هي زي في أني نت مي يسمى أكوا إشي هكا فأكوا دايما إنشي يعني نحكي عن مي هلا أكوا بورين تانيل بروتين is a blue repon within the lipid that represents helical regions of membrane transport فأنا بحكي لي بس إنه مثلا هاي الصورة هاي الصورة ل يعني كيف الشكل طبع هذا اللي هو الأكوا بورين أو اللي هو عبارة عن transport بروتين يعني بروتين ناقل موجود يعني هاي بيكون هاي أترجيكم كيف يكون بيكون هاي البلاد ممبرين في هون هيك بروتين بدخل المواد أو بيطلعها هلا بحكي لي هاي اللي هي هاي المولوكولز اللي زي هيك هي عبارة عن المي أوكي المي دا تسخل جواء الخلية أوكي في عنده هون هادول الصفور أوكي هادول الصفور هما عبارة عن أنتو بتعرف أصلا إنه الممبرين اش بيكونه فوسفوليبت صح تمام فهاي هي رؤوس الفوسفوليبت هاي التيلز تبعيتها وهاي البروتين هيكة جاي اش داخل جوه هادا الممبرين فهاي المي المي يعني بنلاحظ إنه هون ما في مي المي مش قادر تدخل من هون تمام هلا حنعرف ليه المي ما بتدر تدخل من الممبرين نفسه اللي هو الفوسفوليبت بس بنلاحظ إنه هون في مي داخله خلال شو اسمه هادا البروتين أو الأكوا بورين تمام رح نفصل أكثر هادا الحكي كلياته يعني بس إنه هون كمقدمة تمام نكمل هلا بحكي ليهونا إنه one molecule of this protein enables billions of water molecules اللي هي red and gray يعني بحكي لي إنه هادا أدى بيسهل على الخليه إنه يدخل لها مواد أو مي بشكل خاص يعني بحكي لي إنه بيقدر يدخل يعني بلايين الwater per second يعني تقريبا every second many more than could cross on their own يعني الماء لو دا تيجي تدخل لحالة صعب كثير تدخل يعني يدوب كمية ليه لح تدخل بالsecond والوحدة بس بمساعدة هذا البروتين حيث يعني يزيد كثير 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 الكمية الماء بتقدر تدخل هلأني يجي نحكي عن cellular membranes are fluid mosaics of libit and proteins نحكي عن تركيب البلازما membranes the amphipathic phospholibates السل membranes consist of أول إيشي خلي نحكي عن المكونات بشكل مختصر إنه يبارة عن libit and proteins libit نعرف إيش الليبت صح أخذنا عنها يعني concept كاملة الليبت زي ما حكي إنه في عندي فات في عندي اللي هي الكوليسترول في عندي هاي اللي شاكولياتها وبروتينز برضو الليبتز برضو برضو الليبتز حقنا عنهم فالليبتز والبروتينز هي stable ingredients of membranes يعني أنا ما في عندي ولا بلازما membranes لأي كائن حي ما بلائي فيه بروتينز وليبتز يعني شرط إنه تكون موجودة وين بالبلازما membranes هي المتكونة أسطا يعني فلو ما كانت موجود شو دي يكون فيه هلأ في حين الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات يعني برضو هي كثير مهمة بس مش بأهمية الليبتز والبروتينز بس هي برضو مهمة other substances هلأ the most abundant لبتز احنا عممنا بشكل عام طب في عندي أنا لبتز في حكينا فوسفو لبتز في فات في اللي هي الفات أو الفاتي أسس في عنا برضو كمان ستيرويت طب أي نوع اللي هو موجود بشكل كبير والقصن هو اللي بيكون لي كل البلازما membranes يعني والكمية والنسبة الأكبر منه هي عبارة عن مين الليبتز الفوسفو لبتز تمام فأهم نوع عندي والmost abundant اللي بتكون لي اللي بتكون لي اللي بلاس ممبران هي عبارة عن الفوسفو لبتز the ability of فوسفو لبتز to form membranes is inherited in their molecular structure كيف يعني بحكي لي انه أنا ما يعني يعني ربنا ما خلاء اللي بلاس ممبران من فوسفو لبتز إلى الحكمة تمام لا لأنه بحكي لي الفوسفو لبتز تركيبها كثير بتناسب مع وظيفة البلازما ممبران وكيف بدخل المواد من خلاله وكل structure تبعه يعني يعني structure تبع الفوسفو لبتز وإنه ليه هي محطوطة هون لأنه كثير هذا الاشي هيأثر على وظيفة وتركيب البلازما ممبران تمام فبال ممبران أنه يعني ليه هون أنا بجاوب السؤال أنه ليه أنا يعني في عندي بالبلازما مبران في فوسفوليبد طيب طيب نعرف ايش بيميز الفوسفوليبز عن باقي الأشياء الثانية فوسفوليبد is amphipathic amphipathic يعني خدتوا amphipathic بس وين كانت بالكيميا بالحمود والقواعد كانت أنه الماء بتقدر تكون حمض وقاعدة هي هون نفس الأشي amphipathic أنه المادة هاي نص هيك ونص هيك يعني الفوسفوليبد نصها hydrophobic يعني في إلها hydrophobic region وفي إلها hydrophilic region كنت أذكير سريع في عندنا الhydrophilic يعني محبة للماء فزي ما حكينا أنه أنا في عندي هاي الفوسفوليبد هيك في إلها راس الراس اللي هو الفوسفيت والغليسرول وهي هاي أشمالها مشحونة بولر فهي عبارة عن hydrophilic بتحب الماء أما في إلها tails التيلز هاي مالها فاتي أسد فبالتالي هي أشمالها hydrophobic أوكي water fearing region other types of membrane lipids are also amphipathic أوكي حتى برضو كمان لو أنا في عندي هو فيه طبعا يعني بس إنه المست abundant حكينا فوسفوليبد بس فيه يعني هذا لا يمنع إنه يكون في عندي أنواع ثانية من الليبت بال بال شو يسموه بالmembrane برضو بتكون إشمالها amphipathic هلأ في عنا فوسفوليبد بايلر can exist طيب إحنا ما حكينا عن هاي الشغلة إنه كيف بيكون أنا البلازم مبراين نيجي على الصورة هون بيكون عبارة عن رجح الصورة تمام هنا في عنا بنسبة ل نزل لتحت هو هاي هلأ بالنسبة ل التركيب البلازم مبراين بيكون عبارة عن صف من الفوسفوليبد هيك من فوق وصف إش من الفوسفوليبد من تحت طيب هلأ مش حكينا إنه في منطقة محبة للماء وفي منطقة كارهة للماء طيب هاي التيلز مداما هي كارهة للماء وأنا في عندي وانا برا الخلية في مي وجوه الخلية في مي كيف أنا بدي أمنع هاي الماء يعني الأجزاء اللي بتكره المي إنه ما يعني يصير في بيناتها وبين المي أي كونتاكت تمام في الماء بالماء تمام تمام هلا بالنسبة ل الرؤوس الرؤوس هاي اللي هي البولر أو الهايدروفيلك بتكون مواجهة للماء سواء كانت خارج الخلية أو سواء كانت داخل الخلية تمام تمام هلا بحكيلي هون فوسفول البويلر can exist as stable boundary between two acuous compartments زي ما حكينا في عنا two acuous compartments مي من برا يجي عندي الفوسفول البويلر وبعملي boundary stable boundary ما بين اللي هي المحيطان أو الأكيوة solutions دعو التنان هدول the molecular enrichment to protect or separate the hydrophobic tails of the phospholute from water زي ما حكينا انه انا في عندي في خلينا نحكي تنظيم معين للفوسفول البويلر بخلي التنز اللي هي الهايدروفوبك تتجمع لجوة بعيدا عن المي اوكي بعد احنا اللي بنحكي عنه الهايدروفوبك تنز بتكون بعيدة عن المي اما الهايدروفيلك شمال البولر بتحب المي بتطلع بجهة المي تمام تمام هلا like membrane libit برضو كمان بحكيلي انه انا في عندي بروتين صح انا في عندي اشيئ ثاني غير اللي بت اللي هي مثلا في عندي البروتين حتى البروتين كمان يعني اي نوع اللي بت حي تكون اش امفيبثيك برضو كمان البروتين حي تكون امفيبثيك لا لانه انا اصلا بحتاج انه في اشي يكون مواجه للمي في اشي بدي يكون بعيد عن المي باتجاه اللي هي الهايدروفوبك ريجن هلا such portions can reside in the فوسفولوبيت بايلر with their هيدروفيلي regions protruding كيف يعني بحكي حتى البروتينات يعني انا هنا في عندي بلازما مبراين تمام هنا في عندنا من جو بيكون هيدروفوبك من بره اللي هي المواجه للمي هذا اللي هيدروفيلي هلا انا في عندي برضو كمان بروتينات بدها تكون موجودة جو هذا طيب عشان البروتينات تكون قادرة انها تكون جزء من بلازما مبراين برضو هي لازم تكون صفات زي صفات الفوسفولوبيت تمام فحتى هاي البروتينات تكون مواجه للمي في الجزء المواجه للمي دو يكون اشمال هيدروفيلي من هاي داخل الخلية وخارج الخلية والجزء هذا برضو جاي بالنص او جاي مخترق البلازما مبراين بدي يكون صفاته نفس اللومن خلينا نحكي مش اللومن اللي هو المحتوى الداخلي هذا اللي هو الهايدروفوبيك ريجن لازم تكون خصائصه برضو تتناسب انه يقدر اصلا يكون موجود هون يعني يقدر انه يخترق البلازما مبراين يعني مدامه هون هو بمنطقة هيدروفوبيك لازم يكون هيدروفوبيك تمام فهي نفس الاشي انه برضو كمان امفيباثيك زي ما حكي انه التنظيم هذا تبع الهبروتينات والليبت بحكي انه بيزيد بين الهيدروفوبيك ريجن اف ووتر انسا تسول انت اكسترسيلولار الفلويد يعني زي ما حكي عندناها الف مرة يعني كثير الاشي بسيط انه خلص انا في عندي هون المنطقة اللي هي بدها يصير في بينات مع الووتر سواء ان اكانت بالإكسترسيلولار الفلويد أشه يعني خارج الخلية هذا اللي هو السائل الموجود خارج الخلية والسيتوسول موجود داخل الخلية انسرت هلأ بتعرف ويش الإكسترسيلول الفلويد ويش ECM والسيتوسول والأورغنيز وثال كل تمام يعني هاي هون الhydrophobic part بتكون بعيدة عن المي هلأ فيه model هما بدهم يعني هما مش قدرين يتخيلوا كيف الفوسفو لبت بتكون فيها معها بروتينات يعني هيك ما بتكون مرمية فلازم يكون فيه لهم تصور عن كيف بتكون نظمة البروتينات واللبت مع بعض في البلازما مبران هلأ the currently accepted model of arrangement of molecules in the بلازما مبران هو الفلويد مزايك موديل ايش يعني مزايك مزايك يعني فوسيفي سا فحرفيا هون بحكيلي انه فلويد مزايك موديل ايش يعني ممبران is a mosaic of protein molecules popping in fluid by layer of phosphorybits يعني هاي الدهون هاي اشمع لها فلويد اوكا بتكون فلويد هاي الفوسفوليبت فلويد وبيجي بيكون هيك فيه داخل جواتها او هيك عليها من فوق بيكون ايش فيه عندنا بروتينات اوكا يعني معاملة هيك penetration يعني مختلقة لا شو اسموه اللي بلازما مبران و جاي بينات الفوسفوليبت بتكون هيك شكلها زيك انها ايش زيك انها فوسيفي سا جوة فلويد اوكا هلا ذه بروتينات هون شوف يعني حرفيا هيك بيكون هاد هيك السكة نهاية هي الرؤوس هاد كله هيك اللي بلازما مبران وفيه هيك بروتينات ايش مالها بروتينات هيك جاي مخترقو وعاملة زي اه زي فوسيفي سا اوكا زي فوسيفي سا زي ما بحكيكم الدكتور رامي ايش بحكي لكم زي شو اسمو زي الهريسة واللي بتكون فيها حبت اللوز او حبت الفوسطو او هلا بحكيلي the proteins are not randomly distributed in the membrane يعني مش حيا الله هيك والله هاد البروتين يلا هيك واحد هون واحد من جهة ثانية وبيزيتهم هيك لا طبعا يعني مش هيك بتكون ما في اشي بيكون randomly بالحياة اوكا كل اشي بدي يكون منظم اوكا فبيحكيلي however they often associated in long lasting specialized patches where they carry out common functions يعني بحكيلي انه هذا البروتين لش موجود هون لانه فيه يعني فيه حكمة من انه يكون موجود هون لانه هو الفونكشن مثلا اللي قاعد بعمله بتطلب منه ان يكون بهذا الموقع تمام فهو البروتينات بتكون موجودة بمكان لانه هي بده تعمل فونكشن معين فلازم تكون موجودة بهذا المكان اوكا يعني فيه اماكن معينة بتكون مثلا البروتينات اي مثلا بروتينات بي بتكون موجودة مكان معين بتضلها فيه فترة معينة يعني حسب ايش الوظيفة اللي بده تعملها هلا freeze fracture method ايش يعني freeze fracture method اتوقع اخدتها محاضرة الهيستولوجي او لازم تكون مواخدينها او بالباثولوجي ما بارف ادخدتها ولا لسه اه عن اغلى محاضرة الهيستولوجي هلا بالfreeze fracture method ايش اللي بيصير اه مثلا لما الدكتور يكون يعمل عملية اوكا ومثلا لا لا هيكا يعني جسم غريب مش جسم غريب يعني انه و يعني مثلا خلينا نحكي ماس غريبة كتلة غريبة او اشي غريبة يعني بالعادة في عنا مثلا بالمستشفى بيكون في قسم البيثولوجي اللي هو قسم الامراض بيودي هاي العينة على بيفحصوها بيشوفو بيعملو لها بيعملو لها كثير خطوات ولكنها بتاخد وقت طويل اوكا هاي الخطوات بتاخد وقت طويل طب الدكتور مستعجل ويبدي يعرف اش يتصرف بهذا الوقت بيجو بيعملوا في تقنية اسمها فريز فراكتر ميثود يعني بس بيعملوها طبعا هما بالبثولوجي لاش بيعملوا كل هاي الخطوات عشان بالاخر يشوفوها تحت المايكروسكوب الالكترمايكروسكوب او لات مايكروسكوب هلا انا بدي اشوف العينة بسرعة بالالكترمايكروسكوب فبعملها فريز فراكتر يعني هاي اشي بيعملو قبل هاي بيحكي المثال فريبير يعني شايفين البلازما ميبران هادا بيجي بالفريز فراكتر مثل زي هيك بيفصل هيك شو اسمو بنفصل هيك بالنص اللي بلازما ميبران اوك فزي كيف التوست اوك كيف التوست بيكون يعني هيك في عنا التوست حبتان توست شريحتان توست وفي جواتهم مثلا حطين جبنة او اشي اوك هلا نفس الشريحة هيك بيفصل الشريحة الاشياء الامبدد البل هاي اوك او فهوانا في الفريز فراكتر الميثود هاز ديمونسطريتد بجولي ذات بروتينز ار انديد يعني مؤكد اكد يعني بالخلال الفريز فراكتر خلاصوهم متأكدوا كيف شكل البروتينات وكيف متنظمة بالبلازما ميبران تمام شافوها شو كيني اوك 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 الامبدد in the طيب احنا يعني حكينا انه عبارة عن فلويد مزايك ابصر شو طيب كيف عرفنا انه فلويد او يعني كيف كيف فلويد اوك كيف فلويد يعني هي مش عبارة عن فوسفوليبد هيك وفوسفوليبد زي الاحجار زي الطوب هيك جم بعض لا ما بتكون هيك يعني وبتمنع اي شي يتحرك فيها لا مش هيك اللي بلازم امبران امبران مش انه اشي قابل للحركة او انه ما فيه اي حركة تماما يعني رجد يعني خلينا نحكي انه اش يعني رجد يعني اشي ما بتحرك يعني متصلب او هيك تمام امبران is held together mainly by hydrophobic interactions which are much weaker the uncovalent هلأ هي صح مش رجد ومش يعني مش كثير يعني انه بالمرة فيهاش يعني اشي يربط الفوسفوليبتس مع بعض فلازم يكون فيه يعني رابطة بالاخر عشان ينظلم يتماسك مع بعض اش هي الفوسفوليو اللي هي الهيدروفوبك interaction اكيد لانه فوسفوليبتس اوكي فهيدروفوبك interactions بس هي كثير اضعف من الcovalent وانت وهذا الاشي طبعا مهم او اشي هذا مفيد يعني عشان تعطيها خلينا نحكي حرية اكثر للمواد انها تتحرك هلا او حتى البلازم مبران انه يتحرك هلا most of lipits and some proteins can shift about sideways that is in the plane of the membrane هلا بحكيلي انه زي ما حكينا انه هاي الاشياء ما بتظله هيك ثابة بمكانها اوكي الفوسفوليو ما بتظله بمكانها ولا البروتينات بتظله بثابة بمكانها لانه واضيفتها بتطلب انه تتحرك تمام اوكي اوكي او فبحكيلي هون انه طريقة حركة هاي المكانيزم تتحرك فيها هاي البروتينات والفوسفوليبات الاشي الكمون يعني انه يعمل وشفت زي هاي الشفت انه هاي تيجي مكان هاي 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 بنفس بعض وهذا الاشي المست كومون اوكي كان شفت يعني نفس البلان of the membrane هلا very rarely والاشي هادة طبعا اصلا يعني بيصير كل فترة وفترة طويلة يعني الابد ما يفلب فلب كيف يعني فلب فلب يعني تيجي تنزل يعني من شو اسمه هون من من layer اللي اللي تحتيها مثلا يعني تبدل اللير تبعه كل شهر بس كل ويك مش شهر طوان بس تمام فهاي بحكي لي انه ممكن يصير كل شهر هذا الاشي يعني كثير نادر اوكي او بحكي لي هون برضو كمان in the act of flabase enzyme يعني في enzyme معين بيسعدها لانها تعمل هيك اللي بفلب يعني يعني انه تغير المكان اللي في أو layer اللي فيها switching from one phospholipid layer to the another اوكي حكينا عنها هلا وهنا بحكي لي في عنا برضو كمان تجربة بتدعم على انه البروتينات والبلازما مبراين مش اشي ثابت هيك وما بتتحرك الجزيئات اللي في لا في اشي دليل علمي بحكي او عملي بحكي لانه بتتحرك ايش اجو عملو في عنا هذا العالمين اللي هما اسمهم ادي دان هلا ايش عملو جابو خلية شو اسمه انسان وخلية فار اوكي خلية انسان وخلية فار عملو لابلينج للبروتينات لفيه بروتينات معينة على كل خلية عملو لابلينج باشي بقدرهم يعملوا detection اوكي وبعدين عملو فيوز لهاي عملو فيوز او يعني دمجوا هدول الخليتين مع بعض فصار انا ماشي بالعكس اوكي فهاي ايش هاي الميكست البروتين او هاي الخلية اللي هي اشمالها الهايبرد او الهاجينة ما بين ماوس وما بين خلية انسان اوكي فلاحظوا على انه يعني مواقع البروتينات على كل خلية لحال كانت اشي ولما كونت عندي خلية جديدة اللي هي الهايبرد تغيرت مواقع البروتينات طب كيف تغيرت مدامها بلا تكون ثابت بمكانها فهي اكيد مش ثابت بمكانها البروتينات بس ايهاي تمام هلا the sideways movement of phospholibates within the membrane is rapid اوكي فالفوسفوليبت الفوسفوليبت شو اسمه يعني حركتها بالميمبران بتكون كثير سريعة اجسا الphospholibates which positions اللي هي زي ما حكينا sideway مش اللي flip flop اللي هي 10.17 times per second كثير سرعة هائلة تمام كثير سرعة هائلة بس بحكيلي البروتينات لانها هي اكبر وهي برضو كمان مشحونة فالاشي بيكون اصعب على انها تتحرك بحكيلي هنا انه بتكون سرعتها اقل وهي بتتحرك وتصمم براني بروتينات يعني هيك هزي بتنجرف مع مع حركة الفوسفوليبت سيك هلا بحكيلي برضو كمان في هيك ايشي اخدتوا انه في عندكم بالساعة السكنيتون اللي تبع الخلية في عندكم فيلمنتس وابصر تمام وبرضو كمان حتى خارج الخلية في فيلمنتس وكولاجين وفبران وابصر فهاي الاشياء كلها هيك موجودة برا الخلية اوكي هاي بالإكسترسيلولار ميتريكس بالسائل خارج الخلايا في كولاجين في ايش كمان كاتبين الكم في كولاجين وفي فبران او هيك اشي بس انه هاي كلها عبارة عن ايش عبارة عن بروتينات اوكي هلا بحكيني هولا انه في انه بروتينات بتكون متصلة مع ايش يعني هذا البروتين طلا ثماني بس في بروتينات كيف تتحرك انه هذا البروتين او هذا البروتين بيكون متصل مع موتور بروتين اوكي بيكون متصل مع موتور بروتين اللي هو اصلا متصل مع الفيليمنت اللي موجودة جوا الخلية ضمن السايتوسكيلتون اوكي فبتصير هاي الموتور بروتين هي اللي تتحرك على هذا السايتوسكيلتون صاح او على هاي الفيليمنت وتحرك مع هاي البروتينات اوكي بس ايها يعني انه في اشي بيحركها يعني في اشي بتجوفها معا هلا في عندنا سام بروتين seems to move in highly direct manner يعني في اشي بوجهها اوكي perhaps driven along سايتوسكيلتال fibers اللي اللي حكنا عنها عند السايل باي موتور بروتين زي اللي هي بتكون ماسكيت وتحركها connected to the membrane بروتين طبعا هذا من جوة الخلية يعني من جهة البروتين اللي هو بتكون ثابتة في مكانها واش هاي اللي بيثبتها في مكانها ايش البروتينات كيف بتضلها مثبتة جوة البلازمامبران اوكي كيف بتحرى ايه كيف بتضلها مثبتة من خلال انها بتكون مثبتة مع السايتوسكيلتون اللي هو البر يائم السايتوسكيلتون الجوة الخلي يائم مع الاكترسيلول الميتريكس يعني هون هاي حتى يعني انه تضلها ثابتة جوة البلازمامبران طيب هلا في عنا فاكترز افكتينج بمبران الفلويدتي مش حنحكينا انه الفوسفوليبتس بتكون ايش ما لها فلويد او البلازمامبران بيكون فلويد طيب ايش العوامل بتأثر اول ايش التمبراتر احنا بنعرف يعني من صف رابع انه لما نخف بعض وصير الاشي سائل بعدين غز صح صح نفس الاشي بالشو اسمه بالمبران فلويدتي انه بحكيلي هون المبران رميز فلويد as temperature decreases until the فوسفوليبتس settle into a closely packed arrangement and the membrane solidified كيف يعني طلع هاي خليني انا هلا في عنا هون اللي هي الفوسفوليبتس اوكي هلا بحكيلي انه بتضل الحرارة تنزل 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 طبعا هي اول اش بتكون هون اش سائلة اوكي بتصير اش تقرب على بعض قرب على بعض قرب على بعض حتى تصير اش صلبة لحد معين اوكي بصير البعدين بلازما مبران اش معرو صلب هلا انا بدي ايا يكون صلب ما بدي ايا يكون صلب بس بحكيلي انه الاسم اسم ال temperature او درجة الحرارة اللي بصير في عندي تصائف يعني بصير في عندي البلازما مبران صلب عندها هاي الحرارة الحرارة اللي بصير في عندنا تصال البلازما مبران تعتمد على شغلتين او شغلة واحدة بس تعتمد تعتمد على ايش نوع اللبس اللي بتكون البلازما مبران اوكي ايش نوع اللبس اللي بتكون البلازما مبران طب خلينا نفهم اكثر ايش هدا الاشي كيف بيأثر the types of phospholipids even as the temperature decreases the membrane remains fluid to a lower temperature if it is rich in phospholipids with unsaturated hydrocarbon tels هلا طلعوا هدول الفوس folipids هلا احنا اخذنا unsaturated و ايش يعني ما فيها double points فهي سهل على انها بسرعة هيك تيجي وتتجمع مع بعض اوكي تتجمع مع بعض ف بتصلب بسرعة تمام يعني مثلا خلينا نحكي انا بتصلب عند درجة حرارة 40 او مع انه يعني هذا مش منطقي خلينا نحكي عند درجة حرارة 2 بتصير ايش مالها صلبة اوكي بتصير ايش صلبة بس انا لو اجي اطلع على نوع اللي بتستاني او نوع فوسفوليبتس تاني الفاتي اسد تبعيتها فيها كينكس اوكي فيها كينكس لاحق انه فيها كينكس لانه في عندي double bond يعني انا بسميها unsaturated فهي unsaturated فوسفوليبتس اشمالها لما انا اجي بدي اقرب على بعض لما تنزل عندي بلازماميمبران صلب مدام نحتاجت وقت اطول يعني الحرارة حتكون اقل حضرني انزل حضرني انزل وانا بحاول اقرب من بعض تنزل لدرجة حرارة اقل بكثير من اثنين حتكون حرارة سالب 40 بس كمثال مش منطقي الارقام هلأ سالب 40 تمام وبيتجمد عندي عندها البلازماميمبران او بيتصل مش بتجمد برضو هاي سورة يعني ركز على الدكتور يقرأوا هيك انه نفس اللي حكينا يعني هون انه كيف بتكون فلويد طبعا او في تيرم او مصطلح ركز عليه كثير لدكتور لما تكون فلويد فلويد يعني فلويد تمام انه في عندي هنا unsaturated اكثر اوكي بسكس بسكس عكسي لفلويد يعني كان يحكيكم الدكتور فلويد يعني اشي فلويد يعني مايع كثير اوكي لانه unsaturated بسكس اشماله لا يعني جامع حاله على بعض اوكي فهيك saturated hydrocarbon tails لانه بتكون اشمالها rigid اكثر مش مايعا طيب او حكينا because of kink سي اللي بتمنعني اصلا اني انا اعمل ايش الين ما وجود عندي double bonds بتمنع unsaturated fatty acids منها تجمع على او الhydrocarbones tails count back together as a close the acid oh فهي مش بسرعة بتتجمع زي ما بتعمل saturate fatty acids هلاني اجي نحكي عن الكوليسترول برضو كمان الكوليسترول الو عام المهم احنا حكينا في عنا لبت ثاني غير الفوسفو لبت منها الكوليسترول هلأ the steroid the steroid which is wedged between phospholipid between phospholipid molecules in the plasma membranes of animal cells يعني بحكيلي هون ما بين هاي الصورة موجودة وسهل انكم تتميزوا انه esteroid صح لانه في عنا اربع حلقات كوليسترول اربع حلقات hydrocarbons هلأ بحكيلي انه انا بيكون في عندي كوليسترول ما بين اللي هي الفوسفوليبد او ما بين الفوسفوليبد بيكون في عندي كوليسترول هيكا جاي بالنص بين اذا اش فايدت بس وين بالانيمال بالانيمال cells هاي انتبع عليها بالانيمال cells هاي الحال عن الانيمال cells اه فبحكيلي هون انه اش فايدت هاي الكوليسترول تكون هيكا حالة بين الفوسفوليبد او هلا بحكيلي لما تزيد كثير درجة الحرارة عشان تمنع الفوسفوليبد من انها كثير تصير مايع وتبعد عن بعض وصير كثير بلازم المبراين سائل تيجي الكوليسترول ويتجمعهم على بعض اوكي بحكيلي هون relatively high temperatures مثلا 37 body temperature of a human لما تزيد عندي درجة الحرارة كثير ويحاول عن بعض بيجي الكوليسترول بحكيلي ويجمعهم على بعض فبيمنع انهم يصير كثير فلويد تمام بيمنع انه يصير المبراين كثير فبيحافظ علي بانه الفلويد المناسب للخلية بحكيلي حتى كمان مش بس عن درجات الحرارة العالية حتى عن درجات الحرارة المنخفضة يعني بدل لما مثلا لو كثير نخفض درجة الحرارة عندي وتجمع على بعض الفوسفوليبت عشان انا امنع انه تصلب عندي البلازمام مبراين عند درجة حرارة كثيرة ممكن الانسان او اي كائن حي تعرض لدرجات حرارة واطية او هو طبيعة المكان اللي يعيش فيه مثلا درجة مش هده المنطق يعني ففي اشي لازم يمنع انه هم يتصلبوا يتصلب البلازمام بيجي الكوليسترول ايش هندرز هندرز يعني بيبعدهم عن بعض اوكي بيبعدهم عن بعض هندرز يعني بيبعدهم عن بعض وبصير بيقلل يعني كمان من الحرارة اللي بت من الحرارة اللي بتتجمد عندها او بتصلب عندها البلازمام هلا Cholesterol can be thawed as a fluidity buffer يعني زي هو اشياني بفر مرتاكر اشياني بفر فهو يعني زي انه مثلا زاد كثير لا هو بيرد اش بجمعه بيخليه بالرينج الطبيعي قل كثير كثير الحرارة وصار صلب الهي لأواب يباعده مع بعضه عشي ينظل بالفلويداتي الصح Resisting changes in membrane fluidity that can be caused by changes in temperature يعني شو ما قلت زاد درجة الحرارة عشان يمنع ال changes هاي رح تضر الخليه بيجي الكوليسترول طيب هلا بحكيلي انه الانيمال اش وضعها برضه كمان بحكيلي انه هي مش كوليسترول اللي بيكون عندها لانه الكوليسترول اللي عندها كثير قليل يعني مجزي الكوليسترول اللي عندها فهو هنا في عندنا ستيرويد ليبتس ستيرويد ليبتس ثانية مش الكوليسترول يعني هي المسؤولة بالنسبة للبلازمان برينز طب هلا من برينز ليش طب انا بحكي بحكي انه انا بحاول احافظ قدر الامكان على انه يضل البلازمان برينز بدرجة معينة طب تبقى تبقى جيد اتبقى جيدة طب انا بحكي هى انا بحكي جيدة بحكي فهو تبقى جيدة ايام بحكي فهو تبقى 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 هي المسؤولة فالبروتينات تحتاج على انها تتحرك من مكان لمكان على البلازم مبراين عشان تعمل الفنكشن تبعها فممكن لو تصرب كثير او يعني صار رمايع كثير انه ما يكتذر تتحرك بالشكل الصحيح هلا وين المبراين صوليدي فايز اتس برميابيليتي اتشانجز اوكي فبحكي لي هون انه لو صار في عنا صوليد شو اسمه البلازم مبراين البرميابيلي زي ما حكي نحن تتأثر وبرضو كمان البروتينات حركتها حتتأثر حتأ برضو كمان انزيماتيك بروتينات اللي مهمة كثير للخلية ايش ممكن تصير ايناكتف لانه هي مش قادرة تروع على المكان اللي الفنكشن لازم تعمله فيه requires movement within فاقية يعني الفنكشن تبعيتها بتطلب على انه ايش تتحرك بالبلازم مبراين فهوانا انا ما بمنع الحركة تبعيتها فاح تصير ايناكتف مبراينز دات او فلويد برضو كمان يعني زياد اخر ناقص حتأ برضو كمان انه لما يصير توف لويد برضو هادا رحي اثر على الفنكشن تبعيت البروتينات زي ما حكينا انه انا في عندي كائنات حية اه مثلا انه هي طبيعة المكان بتعيش فيه كثير بارد او كثير حابي فطورت تكيفات مع هذا المكان على مدى الزمان يعني من الملايين السنين اه طورت تكيف اه او طورت يعني خلالنا نحكي خصائص عشان تقدر تكيف مع البيئة اللي هي عايشة فيه تمام فبحكيلي هون صار في عنا يعني اللي بتكمبوزيشن تأثر او حسب ايش حسب اللي هي الادابتيشن اللي عملته حتى تقدر انها تتكيف مع الظروف اللي هي عايشة فيها تمام فبحكيلي من الامثلة هاي اشياء بسيطة يعني انه في عندي فشهز فشهز ما بتنجمع يعني by the way اوكي ففي عنا هون فش that live in extreme cold have membranes with a high proportion of unsaturated hydrocarbon tails enabling their membranes to remain fluid فبحكيلي هون هاي السمك اللي بيكون عايشة باماكن كثير باردة عشان ما تموتوا وخلص انه البلاز ممبران تباح يصير صلب لا بحكيلي انه بيكون في عندها بتركيب اللي بلاء الهاي الفصفل اكترات تكون unsaturated كثير اوكي برضو كمان عند درجات حرارة عالية في عنا بتعيش بكتيريا واركيلي الاثرييات تمام واحدة من البروكاريوتس اللي هي الكائنات الوحيدة البداية النواة بتعيش بحرارات كثيرة بدرجة حرارة كثيرة عالية يعني تستعين بالزي السخنات الميالية يعني بيع الحارة وهي الاشياء their membranes include any joint limits that may prevent excess fluidity at such high temperatures يعني لانه حد درجة الحرارة كثيرة عالية فهي بده تمنع انه تصير fluidي كثير البلاسما مبينز ففيه composition معين او فيه تركيب معين البلاسما مبينز تبعها حتى يحافظ على حياتها برضو كمان ممكن في عنا كائنات حية كائنات حية تقدر برضو كمان انها تغير حسب التغير مثلا المناخ اللي عندها مثلا بحكيلي هنا response to changing temperature مثلا من فصل لفصل بتقدر هي عشان تتكيف يعني بتقدر انها تغير من lipid composition تبعتها مثلا بحكيلي هنا في عنا بعض النباتات مثلا زي winter wheat the percentage of unsaturated phospholipids increase in autumn يعني لما يجي يبدأ الشتاء عشان ما تتصلى بسرعة البلاسما مبينز تبعيتها ايش بيصير في عنا بتزيد عنا unsaturated phospholipids فبتالي بتقني الحرارة لازمة حتى يصل لها تصلب okay an adjustment that keeps the membrane from solidifying during winter certain bacteria and archaeology can also change the proportion of unsaturated phospholipids in their cell membranes depending on the temperature at which they are growing من نفس الاشي يعني هي بتقدر تطير من lipid composition حسب الحرارة اللي هي عايشة فيها membrane proteins and their functions ايش يعني من membrane proteins and their functions بحكينا عنه انه في عنا proteins imbedded بالشو اسمه imbedded بالphospholipid فبحكيلي ايش هاي كيف يكون تركيبة هاي كيف يكون جاي مش راندملي اكيد هاي كمان مزدوتة يعني و ايش الوظائف اللي بتعملها طيب هلا ان the plasma membrane of red blood cells اللي هي الخلايا دم الحمراء بس لحالها خليت دم حمراء واحدة بحكيلي انه في عنا اكثر من 50 نوع من the proteins have been found so far في اكثر من 50 نوع من البروتينات بتكون على سطح خلايا الدم الحمراء يعني عدها phospholipids هي the main fabric of the membrane يعني يعني هي المكون الاساسي خلينا نحكي الخامة كتشبيه يعني الخامة تبعت البلازم بس بحكيلي من البروتينات يعني الphospholipids موجودة عند كل بلازمة تبعت الهاي نفسها يعني بتختلف شوي بانه بس بتضل ايش فوسفولipids مش كثير بتختلف ما بين الكائنات الحية ايش الاشي طيب اللي بيخلي البلازمة تبعت هادة الخليه بتختلف عن هاي من البروتينات هلا determine most of the membrane's function وبرضو كمان هي المسؤولة عن الفنكشنز يعني اكثر الفنكشنز اللي بتصير على مستوى الممبران different types of sense content different sets of membrane زي ما حكنا لانه انا في عندي خلية دم بتختلف عن خلية بنكرياس مثلا ايش الويزهم عن بعض انه هاي في عندها بلوتينات مختلفة تماما على سطح يعني في اشياء تشعب هادة اكيد بس هون اختلاف بينهم في بروتينات بتميز هاي الخلية عن هاي and various membranes within cell each have a unique collection of proteins يعني حتى برضو كمان الخلية الوحدة مشيه في حتى الورغانينز اللي جوه محاطة ببلازما مبراين والبلازما مبراين اللي من برا يعني في عندنا مثلا خلينا نحكي هادة الـ ER ومثلا في عند الميتوكنديريا حتى برضو البروتينات الموجودة على الميتوكنديريا البروتينات الموجودة على الغلاء الغشاء تباع من الـ ER في عندنا نوعين من البروتينات في عندنا نوعين من البروتينات integral proteins اللي هي بتكون من اسمها integral يعني اش يعني داخل جوه الفوسفوليب مخترقيت اوكي penetrate يعني مخترقة مخترقت يعني the hydrophobic interior of the libed pi layer هاي شوفوا هالمسطورة كيف تكون اوكي مخترقة هيك جاي بالنص بينان يعني مخترقتها تماما هلا بحكيلي هاي مدام انا اخترقت هاي البروتينات اخترقتها سموها trans membrane proteins يعني trans اخدتوها بالترم بالترمنولوجي ترانس يعني اش اش جوه جايبه انات اش اش يعني فترانس ممبران انه هي مخترقة لهذا البروتينات ترانس ممبران انه هي مخترقة البروتينات أمينو اسيت يعني هاي المنطقة اللي هون انتوا عارفتوا اكيد سورت تعرفوه انه اشها ارسوك المرة عشان توضاه شو اسموه انه تركيب البروتينات عبارة عن ايش امينو اسيت فبهاي المنطقة بيكون في عنا one or more stitches من amino acids اشمالها تقريبا تكون من 20 إلى 30 amino acids وايش الـ structure الـ secondary structure الـ alpha helices فبتكون هيك الـ secondary structure الـ alpha helices تقريبا من 20 إلى 30 amino acids بس مهم كثير أنها تكون hydrophobic amino acids هايدrophobic هلا في عنا بالنسبة ل اما الـ hydrophilic part الـ hydrophilic part of the molecule are exposed to the aqueous solution on their side of the membrane يعني هنا في عنا الجزء الـ hydrophilic من البروتين اشماله هايو imposed او exposed لجهة المي داخل الخليئة و خارجها طيب بحكي لي برضو كمان في عنا بروتينات يعني في اشي بدو يدخل من جواتها صح؟ اكد انا ما حظت البروتينات هيك يعني ممكن ممكن مش كل البروتينات بس ممكن في اشياء بدو تمر من جوة الـ بروتينات طب مدام هذا الاشي اللي هون هايدروفوبيك لو انا بدي اجي ادخل الاشي مثلا الـ water الـ water اشمالها هايدروفوبيك طب مكان يكون الحاج بحكي الآن دخلها صحب انه لانه اصار في عنا هايدروفوبيك وبحكي لي حوالين المنطقة هاي حتمر منها المي سيكون ذي نوع من المكان بحكي نوع من المكان النوع الثاني هو الزور نوع الثاني يعني هاي بتكون نايمة على اوكي او مش داخلة تماما فييو هلا البريفيرال they are loosely bound to the surface of the membrane يعني بس هيك بتكون يعني مرتبطة فيها بشكل بسيط يعني مش بتكون مخترقته تماما often to exposed parts of the integral proteins يعني بتكون هيك بس انه يعني انا بكون شايفيتها زي بس انه المنطقة من هاي زيك انها بس المنطقة الطالعة من بره بسيك يعني من ال embedded on the cytoplasmic side of the plasma membrane some membrane proteins are held in place by attachment to cytoskeleton حكينا عنها انه ايش اللي بيثبت هاي في عندي مثلا البروتين هون ايش اللي بيثبته يعني ايش اللي بيثبته بالممبران انه في عندي cytoplasmic region تبعت البروتين بتكون مرتبطة مع مين مع السيتوسكيريتم فبيكون يمثبتها بالخلية and on the extracellular side برضو كمان بتكون مرتبطة مع materials outside the cells زي ما حكينا في عنا collagen في عنا بصر شول هاي ناس يتطرح شو اسماءهم on the extracellular side في عنا برضو كمان اللي هي الممبراني بروتينز بتكون مرتبطة مع هاي المواد او المتيريز اللي بره الخلية فهي الاتاتمينت ايش ايش وظيفتها انه بتعطي لا الانيمال cells يعني فريم وارك او فريم وارك ايش شماله اقوى فريم وارك اقوى than the plasma membrane alone could provide يعني صح بلازمة مبراين هيك بحمي او بعمل فريم وارك يعني زي يعني ايش محيط بالخلية تمام فلو كان بلازمة مبراين لحال ما حيكون بالقوة والصلابة زي لما يكون في عنا بروتينات وكمان مثبتة مع اشياء جوا وداخل الخلية هتوخدو عنا هاي الاشياء كمان بلستوب بيعنا بعدين اكثر فاهم هلأ single cell have cell surface membrane proteins that carry out several different functions فبحكيلي انه هاي البروتينات مش هباء موجودة يعني على اسطح البلازمة مبراين في الها functions اوكي زي هلأ بنذكرهم بعد شوية شما انتخربط بلس وفي عنا برضو كمان a single membrane protein may itself carry out multiple functions يعني ممكن هذا البروتين يكون الى function واحدة او ممكن يعمل كثير functions اوكي فهذا الاشي بحكيلي انه هو مش بس يعني بلاز ممبران مش بس structural mosaic but also is functional mosaic يعني هي مش بس عبارة عن structure حوالين خلية بس اشي بحميها مثلا او اشي يعني بعطيها structure لا هي اشي برضو كمان الو فايدة و الو وظيفة مهمة كفيرة لحياة الخلية functions of membrane proteins functions of membrane proteins في عنا اول اشي transport هلا بحكيلي في عندي بروتينات بتكون هيك جاي جوة البلازما ممبران في مواد صعب زي ما حكينا انه هذا الشرط اللي هو بدخل مواد وما بدخل مواد تانية بس هاي المواد كثير مهمة انها تدخل جوة الخلية بيجي وسيط الها و بدخلها من هذا الوسيط اللي هي transport proteins Askingz بديت حول انواع بروتينات أو انواع بروتينات بداخلها فورا هكي بلى الايدت وبترتبط هنا وبتدخل على جوا الخلية في بروتينات لا في بروتينات ما بتشتغل بدون مصاري فلازم عشان تدخل هاي المادة لجوا الخلية انه انه تكسر يعني تكسر الATB وتأخذ منها طاقة حتى هاد البروتين يرضى يدخل المادة لجوا الخلية لانه لما يدخل المادة لجوا الخلية بيصير فيه تغيرات بشكل هذا البروتين بتغير شكله فبالتالي بدخل هاي المادة لجوا ايه اول اشي الانزايمتك اكتبتي بحكيلي في عندي بروتينات بتكون موجودة على الممبران بتكون بتشتغل كانزايم احنا بنعرف انه الانزايم فيه الهي كمنطقة بترتبط فيها المادة اللي بيصير عليها التفاعل اسمه الACTIVE SITE الهو المادة المتفاعلة EXPOSE TO SUBSTANCES IN THE ADGICENT SOLUTIONS اللي بحكيلي هنا مثلا هذا عبارة عن بروتينات بشتغل كانزايم في عنا هون مثلا في مادة هاي مثلا هيك او هاي المادة او ايان يكون يعني بتيج بترتبط مع هادا الانزايم بيصير عليها التفاعل بتطلع وهيك بس يعني بتشتغل كانزايم هلا في عنا single signal transduction اوكي signal transduction بحكيلي بممبران بروتينا الريسبتر may have a binding site with a specific shape that fits the shape of a chemical messenger such as hormones هلا بحكيلي هون في عنا بعض البروتينات بعض البروتينات بيكون لها في منطقة هيك خاصة تمام ايش هاي المنطقة الخاصة هاي المنطقة بيكون شكلها مناسب لشكل مادة معينة تمام فانتو احسبوها زيك انو هاي عبارة عن ايش هاي عبارة عن رسالة انا بدي ادخلها لجو الخلية هاي رسالة مناسب شكلها بس لا ايش بس لا خلينا نحكي انو منطقة ارتباط معينة موجودة على بروتينات معين فما بتشابه الا معا تيجي بترتبط عليه اوكي بيجي هذا البروتين مثلا بيعمل تغييرات معينة هون او بيدخل هاي المادة او ويريفر يعني بس انو بالاخر حينقل ايش حينقل رسالة للجو الخلية بناء على هاي المادة اللي زي ما حكينا الهرمونات ممكن تكون مثال عليها اللي هي هاي عبارة عن ايش شو سموا هون عبارة عن كيميكال ماسينجر اوكي الكيميكال ماسينجر هذا اللي هو هيعطي يعني زي رسالة للخلية حت تعمل اشي معين هلا فيه انو سلسل ريكوغنيشان هلا الخلايا برضو لازم تتفاعل مع بعض يعني ومن هاي التفاعلات على انو بيكون فيه انو هيك زي غلايكو بروتينا ايش يعني غلايكو بروتينا من اسمها انو في عندي سكر مربوط مع بروتينا هلا هذا السكر المربوط مع بروتينا بيكون على سطح الخلية خلينا نحكي هو عبارة عن شو عبارة عن ايش ايدينتفيكيشن تاج يعني هاي زي الهوية تبعة الخلية اللي بتحكي لها والله انو انا اسمي خلية وهاي فيه انو خلية تانية عليها اشي معين هذا بيحكي لها انو هي ايش الخلية بي او بيحدد عليها الخلية بي فهدولة بدهم يتواصلوا مع هدول الخليتان فبقدروا من خلال هدولة شو اسمو البروتينات او الديتفيكيشن تاج او الگلايكو بروتينات على انهم يتعرفوا على بعض اوكي فهي بتتعرف على انها بي وهي بتعرف على انها او بيصير مثلا اي فونكشن يعني يصير هلأ في عندنا اه هلأ هذا الارتباط الريكوغنيشن هذا اللي بيصير بس انو في عندي الخلية بتيجي يعني بتعرف على هده الخلية يعني بتعمل اوكي بيكون هاي الخلية هاي الخلية مع هاي الخلية اشماع لهم بيكون في يعني بيدهم مثلا هم خليلا نحكي انو خليتان جن بعض ولازم يظلم يظلهم مثبتين مع بعض هلأ ايش اللي بيساعدهم مران يظلم 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 يثبتين مع بعض هدول البروتينات تمام البروتينات هدوله اللي بيرتبطوا مع بعض بعملوا اشي اسمه جنكشن طيب مثلا زي في مثال غاب جنكشن او تايد جنكشن احتكوا عنه باخر او اتوقع اخدتوه تمام بس هاي اجمالها هاي بتضلها يعني لفترة طويلة اوكي بتضلها لفترة طويلة يعني مرتبطين هدول الخلايا مع بعض بهاي الطريقة اتاتش منتو ساي سكيبتن اند اكسرسيني الميتريكس اللي هي الاسي امزي ما حكينا عنها يعني عندناها ثلاث مرات حد الان انو عنا عشان اثبت البروتينات و اثبت البروتينات جوا اللي بلازم تكون ماسكة او يعني بالغالب تكون ماسكة باشي بره الخلية فهونا هذا بيساعد على انو يضله ماسك او يضله يعني عامل انو السلشيب يعني بيضل ثابت اوكي و برضو كمان بيعمل التثبيت لاللوكيشن او الممبران البروتين اوه 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 فهونا بتكون هاي في عنا البروتينات بتكون اي شمالها مرتبطة مع مواد خارج الخلية او ممكن تكون داخل الخلية حتى تحافظ على الشيب تبع الخلية تمام تمام برضو بيحكيلي انو في عنا بروتينات هون من ناحية خليلين نحكي شوي طبية كيف يعني كيف فهموا بعض الابراض في عنا بروتين موجود على الخلايا خلايا مناعية اسمها CD4 خلايا مناعية اللي هي خلايا تائية خلايا تائية تائية بيكون عليها في سطحها اللي هي CD4 هاي البروتينات بتعرف عليها فيروس اسمه الHIV هذا الفيروس بيجي ويرتبط فيها ويقدر يدخل على جو الخلية ويدمرها تمام؟ تمام وبالتالي حيعمل مرض اسمه اللي هو الـ AIDS تعرفوا اللي هو المرض العواز المناعي مناعي despite multiple exporters to HIV however a small number of people don't develop AIDS يعني ما بيصير في عندهم انفكشن للسليع ما بيدخل الHIV على الخلية للجوة comparing their genes with the genes of infected individuals it shown that resistant people have an unusual form of gene that coats for an immune cell surface protein called CCR5 فبحكيني برضو كمان ان هدول الناس اللي هم ما بيصابوا بالHIV ما بيصاب بالHIV يعني بس في شغل انا ستحكيكم بها ان هو لازم الHIV حتى يقدر يدخل على الجو الخلية لازم يرتبط مع CD4 وCCR5 تمام؟ وCCR5 وCCR5 هلأ هدول الناس اللي هم من قدرة على انه جينات تبعيتهم تتغير وبالتالي انها تخفي هذا CCR5 فبالتالي الفيروس ببطل شايف انه فيه CCR5 على السطح الخلية فما بيقدر يرتبط إلا مع CD4 وهذا الشي ما بيمكنه من انه يدخل على جوة الخلية ويعمل انفكشن فعشان انا دول الناس بيكون عندهم resistance او يعني بقدروا انهم يتجنبوا هذا الفيروس وما يصابهم الانفكشن بس هذا يعني هو فهون بنسميه core receptor تمام؟ هو core receptor يعني هو مش الريسيبتر الاساسي هو core receptor يعني بس لازم يرتبط فيه بس لازم يرتبط فيه الفيروس عشان يدخل طيب The role of membrane, carbohydrates and cell cell منشان حكينا عن اللبات حكينا عن البروتين طب خلينا نحكي عن الكاربويدرات ايش وظيفته طيب الكاربويدرات هلا cells ability to distinguish one type of neighboring cell from another هاي اللي هي تعريف السل سل recognition سل سل recognition هت تعريفه انه الخلايا كيف تقدر انها تمييز بعض كيف الخلايا بتقدر تميز بعض وطبعا هذا الشيء مهم كثير للوظائف يعني لازم الخلايا تتواصل مع بعضها فكيف بتميز بعضها من بعض من خلال هاي الكاربويدرات الموجودة على سطح كل خلية هلا for example in the sorting of cells into tissues and organs in animal embryo او كيف في عنا يعني مش مهم التفاصيل يعني بس انه هاي مثال عن انه كيف بتم تمييز خلايا عن خلايا تانية او مثلا في عنا of foreign cells by the immune system مثلا كيف انه جهاز المناعة بتعرف على انه هادا فيروس او هاي مادة غريبة عن اللي هو كنت تاخده اش اسمه مولد ضد الغريب او اشي زي هيك اوكا فبتعرف في الجسم على انه هاي مادة غريبة مش من جسم الانسان مش من مكونات جسم الانسان وبروح بيهاجمها تمام فهاي الاشي اللي يعني كيف يتعرف على هاي الخلية على انها خلية غريبة ارتبط باشي على سطحها اوه هادا الاشي حكاله انه انا خلية غريبة اوكا هادا الاشي ما عمره شافه يعني هاي الخلية اللي هي المناعية ما عمره شافت هادا ما عمره شافت هادا ما عمره شافت هادا شو اسمه هذا المولوكيول أو الجزئ هذا مثلا في جسم الإنسان فتستمتج أن هذه خلية أشمرها غريبة سن recognize other cells by binding to molecules فزي ما حكينا هنا بهذا المثال أنه هي تعرفت على الخلية التالية منذ أنها ارتبطت بشي موجود أو بمولوكيول أو بجزئ موجود على سطحها often containing carbohydrates فإش هاي الموجودئات اللي بتكون؟ عبارة عن carbohydrates أو بتكون جزء منها carbohydrates on the exterior surface of the plasma membrane يعني هاي الموجودة من جهة هون بيكون في عندك إش؟ يعني بيكون في عندنا اللي هي هاي الجزئات بتعرف عليها الخلايا بيكون في منها جزء الكاربوهدراتس membrane carbohydrates are usually short بتكون هيك عبارة عن يعني هاي الكاربوهدراتس السكريات اللي بلائية على سطح الخلية بتكون سكريات قصيرة تقريبا بتكون أهل من 15 monomer يعني أهل من 15 sugar unit بتكون كوفالانتلي يعني كوفالانتلي يعني برابطة تساهمية مربوطة مع هاش مع lipids أوكي لو كانت مربوطة مثلا مع lipids هاي lipids مثلا ما بيكون هيك شكلة يعني بس إن تقريبا بيسميها هاش بنسميها glycolipids لا لأنه lipids مرتبطة مع سكر هلأ في عنا برضو كمان إنه المست المست السكريات هاي بتكون مرتبطة مع هاش بتكون مرتبطة مع البروتينات فسميها هاش glycoproteins glycoproteins برضو كمان من نفس الفصيلة مثلا إنسان وإنسان خلاياهم بيختلف ايش الكاربوهدرتس الموجودة على مثلا خلية مناعة وخلية مناعة بيختلف يعني فيه اختلافات بالكاربوهدرتس الموجودة عليها اوكي لهاي الخلايا برضو كمان حتى even from one cell type to another in a single individual يعني في عنا مثلا خلية دم وخلية بنكريازي ما حكينا الكاربوهدرتس الموجودة على السلحة بتختلف عنها the diversity of molecules and their location on the cell surface enable membrane كاربوهدرتس to function as markers that distinguish one cell from another زي ما حكينا هلا انه أنا كيف دت تعرف الخلايا على بعض لازم يكون فيه identification tag يعني زي هوية لها اوكي هاي الهوية هي اللي هي السكريات هاي او الكاربوهدرتس هاي هي الهوية تبعات الخلية ولازم كل خلية يكون لها هوية الخاصة فيها مستحيل تشابه خلية مع خلية ثانية اوكي فهاي الـ diversity في انه انا في عندي كثير تنوع واختلاف ما بين الكاربوهدرتس الموجودة على الخلايا المختلفة هذا الاشي اشماله متناسب مع وظيفة او مع مع وظيفة الكاربوهدرتس بانها تكون هي ماركر إلا الخلية وكسل ايديتفكيش يعني فاركزامبر the four human blood types ديزاين ديزايني تدلي هي الـ A-B والـ A-B والـ A-B والـ A-B والـ O حشاني انا حكيت انو هذا ايه وهذا بي Synthesis and sideness of membranes هلا membranes have distinct inside and outside faces the two lipid layers may differ in the lipid composition and each protein has directional orientation in the membrane يعني بحكيلي مش احنا حكينا في عنا lipid bi layer هونا mmm كل layer بحكيلي حتى مكونات اللي هون بتختلف عن مكونات اللي جوه okay and each protein has directional orientation in the membrane ممكن هيك يعني protein بيكون طارع بهذا الاتجاه كل واحد يعني شكله مختلف okay how membrane sidedness arises يعني كيف انو مثلا اللي هي هون البروتينات او الملكلز موجودة هون تختلف عن ملكلز موجودة هون لانو انا اصلا لما ايجيت بدي انما تتكون عندي البلازم الممبران والبروتينات والكوليسترول اللي عليه وهيك كان التوزيع لهاي البلوتينات asymmetrical يعني ايش غر متماثل Arrangement of protein limits and their associated or associated carbohydrates in the plasma membrane is determined as the membrane is being built by endoplasmic reticulum and gorgia apparatus components of endomembrane system فهلا ايش بحكيلي انو انا اصلا بعملية تكوين البلازم الممبران هلا رح نحكي عنها ونفصلها اكثر انو احنا في عنا الجولجي ابرتس والer هم اللي بيكونوا للبروتينات اللي اصلا بالاخر هتكون للبلازم الممبران فالاشي بيكون يعني غير متماثل اوكي بيكون غير متماثل توزيع هاي البروتينات تمام فهنا بشكل سريع انو هانا في عنا الer الer حكينا في عنا الribosomes حتكون اللي بيتس يعني ادبتكم تقرئوا هذا الشرح الموجود هنا بس يعني ما تحفظوا حفظ كامل بس انو افهموا لانو تكرر معكم من ابد طيب هلا في عنا هانا حتكون عنا ايش البروتينات ممكن اعملي لها موديفيكيشن مثلا اني اضيف عليها ايش كريات فتطلع عندي غلايكوبروتينز اوكي وممكن برضه كمان انو تصنع هون عندي الribos طيب من الer سارفي عندي مثلا بلوتينات وغلايكوبروتينز وليبتس بروح بنقلها بالفاكولز هاي لوين للغولجي ابارتاس القولجي ابارتاس حكينا ايش هيعمل موديفيكيشن اكثر كمان على غلايكوبروتينز ممكن ممكن يقلل عدد السكر مرمش تبعيسي السكر او يعمل اي موديفيكيشن معين او ممكن حتى انه يكون ليبتس يعني يحط على الليبت ايش يحط على الليبت سكر فيصير اسمه بعدين هاي كلها بتنتقل بتنتقل ب لحد ما توصل اوه لحد ما توصل للبلازما ممبران ايش اللي بيصير انه الانر ممبران حيعمل فيوز مع هذا الممبران ويطلع مثلا مكوناتو للخارج هاي احد الميكانيزمز يعني او انه ممكن تجي هاي البروتينات و تصير جزء من البلاازما ممبران ممبران structure results in selective permeability حكينا انه في عندنا مواد تدخل تطلع من الخلية وفي عندنا ايونس فيع مواد مشحولة مواد مش مشحولة باتجاه اللي هي انه داخل او طالع من الخلية consider the chemical exchanges between a muscle cell and the extracellular fluid that path is it في عندنا اول اشي يعني بحكيري مثلا لو انا في عندي خلية عضلات في عندنا سكريات وفي عندنا amino acids وفي عندنا خلية العضلية وفي عندنا ويست او مخلفات يعني هتطلع من الخلية اللي هي اشياء ما بتحتاجها الخلية هلا برضو كمان الخلية تاخد انه برضو كمان انه 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 برضو كمان كارسيوم كل هاي الاشياء بده تدخل الخلية او بده تطلعها بده تعمل لازم تكون بكون الممبنز معين ضمن الطبيعي فبرضو هاي بتدخل وتطلع من الخلية هلا الممبنز زي ما حكينا اللون نفادية اختيارية اه فبحكي لي هون مش كل المواد هيك حيالة يعني بتدخل على الخلية او تطلع لا فهنا الخلية يعني حكينا انه في عندنا small molecules مثلا will ions and exclude others يعني في عندنا مواد معين تقدر تدخلها الخلية ومواد تمنع منها تدخلها هلا permeability of the cell او lipid polar هلا بحكي لي انه ال non polar molecules بتشبه ايش مدام ها non polar بتشبه تركيب الغشاء البلازمي اوكي بتشبه الفوسفو الليباد اللي هي ال hydrophobic فبتدخل بكل سهولة بتحتاج ولا اشي يعني خلص هيك بتدخل يعني ايك خلص بتدخل هيك فورا اوكي مثلا زي ال hydrocarbons اوكي CHCH او CO2 او ال O2 هاي عبارة عن ايش عبارة عن non polar molecules كلها هاي hydrophobic فبالتالي زي اللبت هي فبتتشابها معها فعادي بتمرئها اوكي Dissolve in the lipid polar of the membrane and cross it easily without the aid of membrane The proteins يعني انا هانا ما بحتاج انه يجي عندي وسيط عادي يعني حكينا الشرطة هادا اللي بيكون مثلا اللي هو البلازمي مبراين بس محلها تدخل عادي بكل سهولة ما بحتاج انا لوسيط ادخلها بس ال hydrophobic interior هادا اللي هو بوجود بالبلازمي مبراين مش حكينا فعلا انها هادروفوبك انتيريار هون هادا يعني اه بمنع انه المواد المشحونة من انها تدخل مباشرة اوكي لانه هادروفوبك فما بصير تصير تلامس عندما بين ال ال hydrophobic والهادرفيلك عشان هيك مثلا زي الايوانات وال polar molecules والمي وهي الاشياء كلها هادروفيلك فما بتدخل مباشرة هيك Dissolve for them لا مثلا زي ال glucoz زي المي زي الشوغرز زي الايون كلها قدر تدخل من ال libit pylor وتخترق ال hydrophobic region لازم اش حتى ال water برضو كمان و ال very small يعني حتى ال water اللي هو very small polar molecule ما بتسمح له الخلية تدخل هيك فولا يعني او هنا ممكن تسمح له ولكن بنسبة كثير قليلة يعني كميات كثير قليلة doesn't cross rapidly يعني يعني مش تماما ما حتى تخترق الخليلة بس بتدخل يعني ولكن اش بسرعة كثير بطيئة او كميات كثير قليلة بنسبة لل non polar molecules A charged atom or molecule that and its surrounding shell of water are even less likely to penetrate the hydrophobic interior of the membrane نفس الحكينا عنه انه شو اسمها او اللي هي الماي non polar molecules sugars الايونات كلها يصعب انها تدخل هيك مباشرة طيب ايش الحال انه يجي عندي هذا الوسيط اللي هو يدخلهم في عندنا حكينا الايونز مثلا عندناها الف مره وال polar molecules حكينا انا ما بتقدر تدخل من cell membrane فلازم هي بتقدر تدخل ولكن كميات كثير قليلة وتحتاج للخلية لكميات اكبر عشان ضلع عايشة فاما بعد الان اظن يستنى اوكي فهنا في عندنا الhydrophilic substances عشان تتجنب انها تعمل تنامس مع الhydrophobic region اللي موجودة بال لازم تدخل من خلال transport proteins اللي هي transport proteins بتكون مخترقة الخلية اوكي بتكون مخترقة الخلية اوكي بتكون مخترقة الخلية سم transport proteins خلينا نحكي عن transport proteins في عنا channel proteins ناقلة يعني function by having hydrophilic channel that certain molecules such as atomic ions can use the tunnel through the membrane هيك بيكون شكلها اوكي بيكون هناك في عنا hydrophilic channel بتسمح لا الايونات من اللي تدخل فيها اوكي او ال H2O مثلا من انه يدخل من خلال هاي الhydrophilic اللي هي بتكون مجهزة اوه يعني انه يدخل من خلالها عادة بكل سمولة اوكي بتسحل سحصل اوكي بتسحل سحصل مثلا في عنا زي الاكوا بورنز اللي حكينانا من الاول انه هي بروتين بدخل مين ترانسبورت بروتين او جانر بروتين بدخل المي بس اوكي بواتر موليكول اوه اوه فهان هاد الاشكتير بيسرع وكتير بيسهل انه تدخل المي على الخلية فبحكيلي انه الاكوا بورن الواحد بقدر يسمح له ثلاثة بليون ثلاثة مليارات يعني من الواتر موليكول بير ساكنت انها تدخل على الخلية اوكي بحكيلي بحكيلي without الاكوا بورنز بس في عندي كمية كثير قليلة قليل يعني مناسب بال متناسب مع الثري بيليونز يعني كمية كثير قليلة بتكون بتقدر تدخل لحالها بدون هاي البورنز اوكي فالكمية كثير قليلة اوه صوتي بروتينز برينز برينز فهذا يعني بساعد الخلية لانه بضلها عايشة هنا في هنا الكاريير بروتينز الاختلاف الوحيد انه هي بتكون الها زي ايدان هايك طيب ما يلها ايدان هايك بتيجي بتمسك هذا الموليكيول واش يعني بتمسكو بتحمله طبعا هلا لما احكى لكم حتى الدكتور رامي المثال انه مثلا في عنده هنا انه هذا البروتين بده يمسك الاوه مثلا واحد بده يحمل ابنه بده يمرقه من مكان لتاني فعشان هو يحمله ويودي للجهة التانية لازم يغير من شكله اللي هو الكاريير يعني لازم اش يغير من شكله حتى يسمح لهذا الاشي انه يعني يودي للجهة التانية لسي من المطلع به اللي هو البروتين اللي هو المطلع للجهة التانية ويقوم بتانية بتمسكها البروتين بيغير شكله بحيث انه اش يسمح للممولوكي لانه يطلع علي بره transport protein specific force that it translocates يعني مش اي اشي بيمسكو اوكي البروتين ما بيمسك اي اشي اي اشي بيلاقي قدام وممسكو بيدخله جوة الخلية لا بيكون specific ومحدد يعني هو عارف انه خلص انا بس دي امسك بمين ببروتين اى مثلا ودخل جوا الخلية يعني مش رد بس انا تكون ون سبستانس ممكن جروب من السبستانس بيتشابه ومثلا باشي معين او يسمح انهم يدخلوا مع بعض يعني او يدخلهم يعني كلهم هدول هنا مثلا في عنا مثال الكلوكوز transporters او يدخل من خلال مين اللي هي الكارييري بروتين specific carrier protein in plasma membrane of red blood cells transport glucose across the membrane 50 الف مرة faster than glucose can pass through on its own انا بحكيلي في عندي بي على السطح تبع خلايا الدم الحمرة اوكي على السلس تبعه الخلايا الدم الحمرة هون ايش في عنا اللي هي الترانس بورتر للغلوكوز هي ايش مالها الترانس بورتر للغلوكوز معينة بس او يعني محددة انها بس تمسك بمين لغلوكوز يعني لو شافتي فريكتوز مع انه كثير تبتشابه تبعه ما بيمسكه بس بقدر يمسك مين لغلوكوز ويدخله جوا الخلية وبهاي الطريقة هو بقدر انه يدخل لغلوكوز لجوا الخلية خمسين الف مره اسرع من لو بدو يدخل لغلوكوز لحاله هلا very important the selective permeability of membrane depends on ايش اللي هي او ايش يعني كيف يعني ايش المعوامل اللي بعتمد عليها النفاذية الاختيارية تبعت الممبران ايش هي البروتينز ال specific proteins البروتينز الموجودة بهذا الممبران وبرضه كمان ايش الليبتز اوكا البارياري اللي هو الليبت بايلير نفسه اوكا ايش المميز فيه هذا الليبت البايليري اوكا وهيك بتكون خلصت هاي المحاضرة وبيضل باس بارت بتخلصو المادة الفيرست ويعطيكم الف عفية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة